بالنسبة للشيخ من يصلي ما بين الأذان والإقامة يعني يطيل في السنة يعني يطيل في أي صلاة حدد في أي صلاة أي صلاة الصلاة الضور العصر ما في مانع ما في مانع الله يوفقه إلا إلا الفجر إلا الفجر ما في مانع الله يوفقه يريد أن أنا أحكي لكم قصة طبعا تعرفون جامع إمام السنة فيه برنامج حفظ الصحيحين صح ولا لا المهم طيب جامع إمام السنة فيه برنامج حفظ الصحيحين كان معهم رجل خمسيني سبحان الله هذا الرجل طبعا في ذاك الوقت طبعا كان عندهم الدورة في المسجد ومقيمون في المسجد وكذا قبل سنوات الكلام هذا فهذا الرجل يقول ما أخرج من الدورة في كل يوم إلا وأنا ختمت خمس أجزاء من حفظي ما يمسك المصحف الرجل أبدا قالوا طيب كيف أنك أنت تاخد خمس أجزاء كل يوم مع وردك في حفظ السنة يقول أشغله بين الأذان والإقامة شباب مشغولين سواليف بين الأذان والإقامة فإن بقي شيء جعلته بعد انتهاء الصلاة بعد الجماعة أكمله والناس سواليف تلقى بعد ما غلق الصلاة دب يد في جيبة وطلع الجوال ويدور الفيس وين وتويتر وين ودنيا وين هذا مشغول بهذه الصورة يقول كل يوم خمس أجزاء صبح ظهر عصر ما غريب عيشة خمس أوقات بخمس أجزاء مباشرة فلا مانع أن يشغل الرجل وقته بين الأذان والإقامة في أنه يقرأ بورده وحفظه وأن يراجع قرآنه وإذا كان ما هو حافظ ما في منع لو مسك من المصحف وقعد يقرأ وانا قلت لكم قديما من حافظ على البكور إلى المسجد مع الاشتغال بين الأذان والإقامة بالصلاة والقرآن يغلق كل يوم خمس أجزاء بكل يسري وسهولة فلا مانع ولا حرج ونقول مثل هذا كثر الله من أمسالك وسبتك ونجاك من السمعة والرياء إلا في صلاة الفجر ركعتان خفيفتان نعم ما ينكر عليه يا شيخ ما نقول له ليش تنكر عليه ليش ليش عمل لا لا اللي ينكر عن لي يا فعل الفعل هذا نقول له قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقي وش باب الإنكار وش دليلك وش دليلك قل له تنكر عليه ليش وش دليلك تنكر عليه ليش ما هو دليلك في مانع في مانع إننا أشغل وقت في المسجد بني لماذا بني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبحه يعني يصلي له فيها بالغدوة والآصال يقول له أنت ما أنكرت على اللي جالس بين الأذنة والإقامة يلعب بجواله ويجيب مقاطع ويقر الأخبار تنكر على إنسان دخل المسجد لكي يتعبد وهو مأمور في المسجد أن يعمره بذلك إنما يعمر هذه المساجد وعمارتها إنما تعمر بماذا هذه المساجد تعمر بالصلاة وتلاوة القرآن لكن بعض الناس ولعياذ بالله ما يفهم هذا ما يفهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وليوم الآخر وأقام الصلاة وجه الدلال هنا وأقام الصلاة لذلك هذا لا وجه له في ذلك آبدا في إنكاره بل نقول له إنك تأثم وإحنا مر معنا في جامعة عبادة العلم وفضله وغيره إنك تحرم على الناس شيء من غير دليل قال الله عز وجل وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَارَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامُ وَاللَّهُ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ نعم شكرا للمشاهدة وَاللَّهِ الْقَوْمَ الظَّالِمِ